بس كمان في حد سأل لك سؤال عن عدم توفيق عين الاختيار لبعض اللاعبين الأجانب في الأهلي نشوف رد المهندسة عادلة ناخدها واحدة واحدة طيب ما تيجي نتكلم وناخد أمثلة يعني فيلكسي ما كانش موافق استحملني للآخر جلبرتو ما كانش موافق فيلافيو ما تقوليش بس استنى بس استنى بس فيلافيو ما كانش موافق موافق علي معلوم مش موافق ديانج مش موافق ما تستنى بقى انت خايف الحقيقة تصدمك لان السؤال بتاعي كمان بيقول ان دي مسلا من نازل ما دي مش حقيقة الحقيقة ان حضراتكو ما بيتشوفوا انا واحد قال لي فلان 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 عايب هاي لقدتوا له هنجيبه هتشتبه فلان فلان عارف ليه المعيار اللي انتم مش واخدين بالكم منه وانا برا نادي الاهلي اللاعب برا نادي الاهلي مانا عارف ان قلبك على الاهلي انت عارس تسمع الاجابة ولا انا لقوا ناقش اخلاصة على فكرة ولا اشكك في نواياك لان انا هديلك مفتاح تفكر به هيوصلك للنتيجة تانية انت وانت بتتفرج على لعيب بشوت كويس وبيجيب جول انت وانت بتتفرج على لعيب بيرقص كويس بشكل خطورة انت بتتفكر في لعيب هو بلعبك جاب فيك جول انت بتشوف ايه ميزة هذا اللاعب يجي اللاعب عندك هتشوف ايه وهو بيضيع لا وهو قاعد مطشين تلاتة ما جابش جوان وهو اه صهران في حتة هتبتدي تتابع سلبياته فما فيش ما تصدقش ان اللاعب اللي بره النادي الاهلي يحسن من اللي جوه النادي الاهلي اقنعته اه انت اي رايك ايه بعد ايه قال لك عندك حق يا جماعة هي المسألة والله بسيطة احنا لما بقى اللاعب بره النادي الاهلي بنشوف ميزاته وبنتمنها في الاهلي لما بيجي لنا بنبتدي نحسبه على سلبياته وبنبالغ فيه وده اللي انا بالصدفة انا مجعرفش انك عاد تجيب ديه ده اللي انا بالصدفة بقوله بلاش الاشادة المفرطة وبلاش التوقع الكبير وبلاش المرجحة مرجحة التقييم ديه لا كل شيء في سياقه وفي حجمه اللاعب في الاخر ما هو انت مش جايب ناس لا تخطئ ومش جايب ناس لا تجيد اللي يجي النادي الاهلي انا ساذ برهيم ده اللاعب جايد صحيح بس احنا شفناه في لحظات ما دانولوش الحق انه ياخد فرص التقلق يعني انت انت سوريا في التشبيه يعني لو انت جايب شيف كويس قوي وجايب بخلق طبخة ممكن جدا مرة لو حصلت المرة دي ان في اول طبخة يبقى الملح زيادة ولا الاكل نيء او محروق حكمت على انه طبخ سيء لكن لو دلك عشهر مرات واجبات هاي لو في النص جات واحد هتبتدي تستحمله لحد ما تيجي التاني هنا هنا التقييم انت اخترت صح انت مخترتش غلط انت تبعته تبعته وتبعته مدة طويلة ولكن جاء اليك بمسؤوليات جديدة ونظرة جديدة وجماهير جديدة والية متابعة جديدة واهداف جديدة ما تتوقعش كل اللي انت بتتمنى هتلاقي مرة واحدة طيب كمان بعض الناس سألوا المهندسة عدلي عن رأيه في بعض المحللين اللي الجمهور واضح انه عنده تحفظات كتيرة على اداءه نشوف نشوفوا قدرة مكتيرة المحللين المبرايات والاحداث اللي الجمهور هم نبوم يعني كانوا بلعبوا قرار خالفين بيكون التحليل كنوع من قصفين حسابات شخصية او بيكون قرار قرار يعني بقرار قرار يعني بيتطرق الامور ملهاش اي علاقة برياضة للاسف الشديد اللي بيقولوا ده كلام صح نشوفوا بعضهم منك بس شوف وعي حضراتكم كشفهم ده اللي انا خلاني بقول ان الجمهور اللي هو الحارس الامين عليه انه قادر يفرز الكلام ده سبب وين يعني اذا علاقنا نحن بنتعاير به اللي هو 17 سنة بيشوف ان ده نجم كبير بيتداي منه صدق بيتداي منه بس بيقصر وممكن بيكون ده دافع اللي هم يقبوا كلامه هو ده بيستغل مش عايزة منخشة ده بيستغل لكن انا بقولك الرفض الجماهيري لهذا النوع من انواع من يدعي شوفوا الناس دي اللي كانت بتسأل عايشة في الامارات لكن متابعة للشأن الرياضي والكروة في مصر بدقة لدرجة انهم قادرين يفرزوا قادرين يعرفوا قادرين يفصلوا مين بيعمل كده ليه فدي رسالة لكل سادة المحللين ومقدم البرامج ونجوم الكرة السابقين ان الجمهور فعلا وعي جدا مدرك جدا ما بيتضحكش عليه